اشتركوا في القناة وراقب النجوم سلوكهم داخل وخارج الميدان وان يعطي النموذج الجيد للرياضي البطل ومن الجيد ان نرى الكثير من النجوم المسلمين متألقين في سماء الكرة الاوروبية بادائهم الراقي فوق الميدان وايضا بمواقفهم الانسانية والنبيلة وفق تعاليم الاسلام وكنا في العام الماضي قد عرضنا عشرة مواقف مميزة للعبين مسلمين في اوروبا ونواصل في هذا الجزء الثاني عرض عشرة مواقف اخرى تشرف اصحابها وتزيد من شهرتهم من المعروف عن اللاعب الالماني مسعود اوزيل مواقفه الجريئة التي قد تعجب البعض مثل ما قد تغضب البعض الاخر ومن اشهر هذه المواقف رفضه الاحتفال بعيد الحب المسمى سان فالانتين او القديس فالانتين المصادف ليوم الرابع والعشرين فبراير من كل عام اوزيل ذو الاصول التركية نشر لما كان لعبا في نادي ريال مادريد الاسباني تغريدة على تويتر قال فيها انا مسلم ولا احتفل بعيد الحب واسف لاحتفال البعض بهذا العيد سنويا وذلك في اشارة منه الى ان المسلمين لا يجب عليهم الاحتفال بعيد المسيح المخالف للدين الحنيف تاسعا المالي فريدريك كانوتاي عندما كان اللاعب الدولي المالي السابق فريدريك كانوتاي ينشط ضمن نادي اشبيليا الاسباني في الفترة من 2005 الى 2012 اجبر ادارة فريقه على احترامه واحترام معتقداته الدينية فاضافة للحادثة الشهيرة لما رفض ارتداء قميص الفريق بشعار احد الممولين الكبار للنادي المتمثل في شركة للمراهنات اي القمار والسماح له بحمل قميص بدون هذا الشعار فان كانوتاي اجبر ايضا ناديه على نزع شعار الصليب من القمصان التي يرتديها خلال المباريات ثامنا الفرنسي كيرين بنزيما على الرغم من التهم التي تلتصق به من حينا لاخر حول فضائح اخلاقية مزعومة والتي نفاها شخصيا فان اللاعب الفرنسي كيرين بنزيما نجم نادريال مادريد الاسباني كثيرا ما يظهر جهرا تمسكه بالدين الاسلامي واضافة لقيامه بمناسك العمر في عام الفين وستة عشر وصيامه لشهر رمضان فان بنزيما ذو الاصول الجزائرية قام في سنة الفين وثلاثة عشر بالتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين يورو لبناء مسجد في مصقط رأسه بمدينة ليون الفرنسية جاء هذا التبرع بعدما وصله خبر من احد اصدقائه ان المسجد بحاجة لمبلغ ستة ملايين يورو لاكمال بنائه فلم يتردد كيرين بنزيما بتقديم نصف المبلغ المطلوب سابعا الجزائري اسماعيل بن ناصر كان اللاعب الدولي الجزائري الشاب اسماعيل بن ناصر بطلا لحادثة لم يسبق ان عاشتها ملاعب كرة القدم الاوروبية وربما حتى العربية والمسلمة ففي مباراة فريقه انبولي امام نديس السولو في الدوري الايطالي لكرة القدم في بداية الموسم المنقضي الفين وتسعة عشر الفين وعشرين وفي الوقت الذي اصيب فيه الغني اكاوا في الدقيقة الثانية عشر من زمن اللقاء لم يجد المدرب اورييلو اندريا تزولي اثرا للعبه الجزائري بن ناصر في مقاعد البتلاء ليدخل مكان زميله المصاب وتاخر دخوله دقائق عديدة وسئل المدرب خلال المؤتمر الصحفي عن سبب اختفاء بن ناصر فكانت الاجابة مفاجئة للجميع حيث قال تاخر استبتال بن ناصر كان بسبب ذهبه للصلاة ذهبت الى غرفة الملابس وخرجت على الفور لان رأيت بن ناصر يصلي وكانت لحظة عاطفية سادسا الصربي ادام الياييتش في الفين واثنى عشر اثار المهاجم الدولي الصربي ادام الياييتش جدلا واسعا بعدما رفض ترديد نشد الوطني الصربي قبل انطلاق مباراة ودية امام اسبانيا ليدفع الثمن باستبعاده من المدرب سينيسا ميهالييلوفيتش وبرر ادام الياييتش موقفه حينها بان نشد الوطني لصربيا يحتوي على كلمة شكر للالهة الاغريقية ويطلب مساعدتها في النجاح وهو الامر الذي يتخالف مع العقيدة الاسلامية وشدد على انه لن يستطيع الا ان يحترم دينه ومعتقداته حتى وانكلفه ذلك الطرد من معسكر منتخب بلاده وعدم اللعب بقميصه وقال الاتحاد الصربي وقتها ان الياييتش غدر معسكر المنتخب وعد الى البلاد والقرار جاء بناء على اللوائح التي اشترطها ميهالييلوفيتش وخارقها الياييتش علما ان اللعب وهو مسلم قادم من منطقة سانجاك في جنوب الصربيا عاد فيما بعد للمنتخب بعد تغيير المدرب ويظهر صامتا قبل انطلاق المباريات دون ان يردد النشد الوطني الصربي خامسا الفرنسي نوغولوكانتي لا شك ان نجمة خطل وسط الدولي الفرنسي نوغولوكانتي لعب نادي تشولس الانجليزي يعد من الامثلة المشرفة للإسلام في الملعب الاوروبية من خلال دماثة اخلاقه ومواقفه الدائمة التي يقدم خلالها نموذجا مميزا للإسلام لعل من تلك المواقف ما حدث في عام الفين وثمانية عشر حينما رفض عرضا لتوفير نحو مليون يورو سنويا من الضرائب عن طريق انشاء شركة اوفيشور ما وراء البحار واغفاء مداخيل يحصل عليها من حقوق بيع الصور وتكون غير خاضعة لسلطات الضرائب بانجلترا وكشفت وثائق ان كانتي لم يخضع لضغوط تشيلسي وبعد موافقته في البداية عاد ورفض وطلب من ليبلوز ان يحصل على راتبه العادي وتشير الوثائق الى ان كانتي توصل لاتفاق بان ترعى شركة محلية خاضعة لسلطات الضرائب البريطانية حقوق بيع صوره وتدفع له العوائد المالية رابعا الجزائري اسلام سليماني تحولت فرحة اللعب الدولي الجزائري اسلام سليماني الى غضب شديد خلال احتفاله رفقة زملائه بفريقه السابق سبورت انجليش بونا بالتتويج بكاس السوبر البرتغالي لكرة القدم لكنه لقى بالمقابل استحسانا وتقدير كل المسلمين الذين شهدوا اللقطة التي كانت السبب في غضبه واظهرت الصور الملتقطة من مراسم تتويج سبورت انجليش بونا بلقب كاس السوبر البرتغالي في اغسطس 2013 بعد الفوز على ندي بانفكا بهدف نظيف ان الحارس مارسيلو بايك حيث كان يحمل زجاجة الشامبانيا ويركض فرحا على منصة التتويج ليصل بالقرب من زميله السليماني ويقوم برشه بالكحول الامر الذي استفز النجم الجزائري فانفجر غضبا تجاه الحارس البرازيلي وقرر عدم مواصلة الاحتفال بتواجد هذه المادة المحرمة ثالثا سينيغالي ساديوماني اعتد اللعب الدولي سينيغالي ساديوماني نجميناد ليفربول على التواجد في مسجد مدينة ليفربول وقد ظهر في احد الفيديوهات وهو يشارك في تنظيف دورات المياه لمسجد الرحمة واكد منيف في احدى تصريحاته السابقة على انه مواظب على اداء الصلوات الخمس في اوقاتها ما دفع نادي ليفربول لبناء مصلا للجماهير واخر للعبين في ملعب انفالد احتراما لمشجعي الفريق المسلمين ثانيا الفرنسي بولبوكبا اظهر النجم الفرنسي بولبوكبا سلوكا حضاريا يشرف كل لعب مسلم ينشط في الملعب الاوروبية وذلك خلال مباراة فريقه منشستر يونيتد مع كاردف سيتي لحساب الجولة الختمية للدوري الانجليزي الممتاز للموسم المنقضي 2018-2019 وتلقى بوكبا هجوما حادا من قبل احد الجمهير في ملعب ألدترافورد بعد المباراة حيث وجه له السبابة بألفاظ نابية بسبب عدم تقديمه مستويات جيدة مع الفريق في الفترة الاخيرة ورد بوكبا على هذا الهجوم بشكل هدئ حيث رفع يديه معتذرا له عن الموسم السيء الذي خاضه الفريق دون ان يعمد الى الرد على الهجوم الذي تعرض له واثار رد فعل بوكبا عجب جمهير مانشستر يونيتد على موقع التواصل الاجتماعي حيث مدح سيطرته على عصابه وعدم الرد على المشجع اولا المغاربة زياش ومزراوي ولبيض قرر اللاعبون المغاربة حكيم زياش ونصير مزراوي وزكريا لبيض صيام اليوم الثالث من شهر رمضان لهذا العام والذي تزامن مع مباراة حاسمة لفريقهما ايكس مستردام الهولندي مع نادي توتنهم الانجليزي لحزاب مواجهة الاياب لدور نصف نهائي لدوري ابطال اوروبا وقم اللاعبان زياش ومزراوي بالافطار عند المغرب في دقيقة الحدية والعشرين من الشوط الاول من المباراة وذلك بتناول كيس صغير من المشروبات فيما لم يلعب لبيض المباراة وعادت هذه القصة الجدل القائم منذ سنوات طويلة في الوسطين الطبي والرياضي حول مدى تأثر اللاعبين المحترفين بالصيام وعن امكانية اصدار فتاوى دينية تبيح لهم الافطار خلال ايام المباراة الرسمية اشتركوا في القناة